اللي هي كمان هنا الطريقة الهجائية المركبة البرضو طريقة اللي هي ممكن ناخد احرف من اللي هي النشاط او من قسم معين حتى نحفظ في اللي هي الملفات فبحكينا هنا اربع نقاط في هذه الطريقة بتم انشاء ملفات وهذه الملفات ممكن احنا نعطيها اللي هو عنوين او اسماء اللي هي من خلال احرف فجائية يعني ممكن انا مثلا بدي احط فيها مثلا عدة اسماء هذه الملفات ممكن ااخد اللي هو اول الاسماء مثلا بتعلق بحرف الميم كله بحرف الالف كله كله لازم يكون الاحرف بشكل مرتبة يعني ممكن ابدأ من الالف لليان هذه اللي هي النقطين اللي هو بتحدسوا عن كيف تحفظ هذه الملفات بالطريقة الهجائية وممكن احنا كمان ناخد اللي هي احرف ونسمي فيها اللي هي عنوين او اللي هي الملفات من خلال الارف ممكن هذا الرف بتعلق بكل حرف الميم هذا الرف بتعلق بكل حرف اللي هو الصاد مثلا وهكذا من هذه اللي هي الامور يعاب على هذه الطريقتين اللي هو الصعوبة الترتيب الهجائي بالنسبة للاحرف لانه مختلفة اللي هي بالنسبة له هي ممكن يقع في اخطاء في عملية حفظ ترتيب الملفات بشكل اللي هو سليم في حالة السهو والنسيان والخطأ وضع ملف غير ترتيبه السليم مثلا يمكن احط حرف الميم حرف في حرف الصاد فهذه يعني اللي هي ممكن تاخد معنا اللي هو في اخطاء في عملية الترتيب في هذه لا تستمر هذه الملفات لانه احنا قلنا محتويات لانه عدد اللي هي الاحرف لعن 28 حظي زي الارقام اللي هي الى ما لا نهاية فهذه النطة الترتيب الهجائي للملفات لا يحدد مكانها مكانا سابتا لحفظ كل ملف مثلا لانه بصير في تغيير مكان حفظ الملف كلما انشأت ملف مثلا جديد عند الانتلاء احد الادراج والارفف والمخصص للملفات حرف الهجائي معين او نشاط رئيسي معين وانشأ ملف جديد يتبع نفس اللي هو الحرف يعني هذا فبياخد هو مشاكل كثيرة في عملية استخراج اللي هي الملفات او وضع ملفات جديدة فاللي هي بنفس الاسم بنفس اللي هو الاحرف الحرف مثلا اللي هو لهذا الدول الان بدنا نحكي عن موضوع اللي هو هذا احنا بنشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة